أكثر أعصف على الصوت السلام عليكم أهلين فيكم في انطباعي للجميلة بعد شهر من استخدام وشي الأشياء اللي واجهتني وشي الأشياء اللي أتمنى تكون فيها في الأجيال القادمة فخلونا نبدأ طبعا كبداية البلت أو تصنيع ما في سماعة بهذه الجودة بـ 500 دولار وبالتغنيات اللي موجودة فيها لو بنتكلم لكم عن الأشياء اللي أبل حطتها سبيشال هنا في سماعتها لحق مستخدمين أجهزة أبل تكلمنا عن سبيشال أوديو وتكلمنا عن كيف تتناقم مع الأجهزة كلها ومن زمان لكن باقول لكم الأشياء اللي ما عجبتني في السماعة باقول لكم الأشياء اللي عجبتني فيها باقول لكم الأشياء اللي تمنيت تكون في السماعة من بداية الست شهور اللي راحت يوم جينا نتكلم عن التسريبات لأن أبل بتنزل سماعة كذا وكننا نتوقع فيها أشياء كثيرة لكن أبل منزلتها هنا استخدامي لها الشهر ممتازة جدا كبطارية أنا ما توقعت أنها راح تكون كذا صح أبل تقول لك إذا تركتها كذا راح تطفي عندك صح راح تطفي لكن وجدت نظري أنه أبل حطت باور راح يكون أفضل في البطارية لكن فذكرت فيها أني لو ضعت السماعة لقدر الله يفتح برنامج فايند ماي لازم تكون السماعة شغالة فشغالة مش خدامة أنا عارش بقين ها خدامة لا أوكي مش تقل السماعة بهذا السبب اللي أبل خلتها أن تشتغل على طول كذا طبعا تتركها بعد 5 دقائق تخش في اللوبة ورمود لكن شغالة لكن ما تصرف بطارية وبعد ساعتين تفصل لأشياء ذي كلها أبل ودي بسويتش تطفيها وتشغلها لكن برضو ما ودي إلى الآن أنا محتار إذا كان فيه سويتش تطفي فالفايند ماي ما راح يكون مفيد إنك تأثرة للسماعة بندري كتبوا لي تحت في التعليقات شلي تمنون أنا بالنسب لي حين ممتازة الاستخدام يعني في الأسبوع أشحنها مرة تعطيني بالراحة 4 أيام إلى 5 أيام استخدام وأنا من النوع اللي ما استخدمها يعني مثلا 10 ساعات في اليوم لا ساعتين 3 ساعات بالكثير في اليوم فشي طبيعي ممتازة تكفي عندي المايكات ممتازة جدا طبعا في التسجيل اللي لاحظت أنا وأنا لابس السماعة في وقت أكلم شخص اللي هنا يشتغل عندي اللي فوق لتنى المستة يطلع صوت عندي يسمعه المايكات الثانية راح تشتغل عندك وتحاول تعزل الصوت ما نقدرس تجيلكم فيديو بعض أشخاص اليوتيوبر سووا لكم فيديو تسمعون جودة الصوت إن جودة الصوت اللي محتوطهم مش لحق تسجيل فيديو فأنت مرح تغارنة أنت لازم تغارنه مع شخص قاعد تكلمه لأن المايك لحق المكالمة فيختلف من جودة تسجيل المايك اللي عندي وتجيلك تسجيل السماعة السماعة مش محتوطة لحق تسجيل فيديو فالمايك ممتاز أفضل من مايك الآيفون في الجوال يعني بالطبع لأن هنا راح تعزل لك الصوت وكل شي فالشخص راح يسمع لك أفضل بعض أشخاص أكلمهم بالجوال كذا عادي دخلت لبس السماعة أكلمهم يسمعهم الصوت أفضل يقولني الصوت الحين صوتك أفضل طبعا 100% أن السماعة المايك يكون قريب الجوال في إيدي شوي مسافة بعيدة لكن برضو أفضل أن يعزل فالمايك ممتاز جدا المش بعض الأشخاص يقول لك أن هذا يمكن يقطع ولا شي ما أدري وين راح تحطه ما أدري هل شعرك في مسامير مثلا ما أدري أنا بالنسبلي ما نشك يمكن في المستقبل نشوف يقول لك مثلا ويتسوي بشي حاد ما أدري ما راح تدقه بقلم أو بشي ما أدري إلى الآن أنا بالنسبلي ممتاز يعني ما صبعي كان أدقها أشوف بقلم بدقة كده بسمار ليس مصنوع هذا كده كل جوالات مش كويس يعني جوالي هذة لو أضرب بمطرقة من الخلف يعني على الغال شي إن راح ينكسر فشي مش كويس هذه مصنوع أنك تحطها بقى راسك فهي مش كويس أني بدقة بمسمار تنشي أو بقص بقص تنشي فش المغارنة ما أدري هذة ممتازة جدا مريحة جدا 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 أفضل من الجلد مليون مرة كل الأشخاص اللي استخدون سماعات الجلد تعرق هذة ما تعرق ممتازة جدا جدا بدكلم لكم عن السلبيات بما أن الإجابيات بالزمان ما أتكلم لكم عندهم وأنا خلاص بنعشاق دي السماعة في الإجابيات اللي قلت لكم عنها من الفيديوهات اللي راحت من قبل شهر الشيء اللي مش عجبني أول حاجة صح ستيني ستيل فبعض الأشخاص يقول لك ستيني ستيل ما رحت نحني لا عادي شو بالمرونة فيها فممتازة نفسها نفس سماعة البلاستيك ما دي المسافة اللي توصل لها فشيء ممتاز كويسة طيب الأشياء اللي ما عجبتني إنما تقلت من الصفط إذا كنت بتحطها في حافظة رح نتكلم عن الحافظة بعلي شوي الشيء الثاني برضو الضربات اللي تيجي ما توقع فيه شخص تكلم عنها الضربات اللي تيجي مع بعض هذا الشيء بسبب الألمنيوم يعني اسمع الصوت ساحب خمس مينة وشو دولار أنت تقولين ليش تسوي كذا لكن مرجعة شتوني سوي لازم أكون صادق معاكم أكثر أعاسف على الصوت طاحت شو سمع هذين لبعض الأشخاص يقول لك الصوت مش عجبني لكن هل هو شيء سلبي إنك تصار ضرب سماعتين كذا شيء صوت الصوت هذة رح يجيك شبه يوم وتستخدمها بتفصل هيمكن بتمسكها من هنا يطلع لك الصوت لكن الضربات اللي جات هنا رح تبين عندك مثل ما تشوفون في الفيديو حين رح تشوف الضربات موجودة ليش؟ لأن الضرباتي قوية أنا لضربتها رح تكون موجودة باينة ألمنيوم البلاستيك يمكن أن نكسر بقوة الضربات اللي ضربتها شيء طبيعي فشيء سلبي صح ألمنيوم ورح يصير طعجات نقدر نقول في نفس السماعات من كتر الضربات اللي كذا إذا في شخص مثلا يمسكها بيجري فيها ليش ما يحط فراسة ما أدري صح ليش ما يحط فراسة لكن الضربات اللي ما رح تسويها نزي كذا بها القوة صاح بتفصلها ضربة خفيفة ما رح تسوي لها أي شيء الخدوش ما صارت فيه خدوش لكن نفس الألمنيوم يعني الجود اللي فيه صح اللي أنا أزرق اللي عندي ما راح الصبغ اللي فيها لكن باين فيها ضربات ألمنيوم ضرب اللي جف أما كلون ما راح منها فقبل تمنيت شي واحد تسوينا ألا وهو نحن السماعة هذي موجودة كذا صح ما أدري كيف تسوي الاختراع أو تكبرين المخاد هذي اللي بسوي المخاد أن تكون الضربات عليهم بدل ما تكون الضربات على نفس السماعة صح لكن الضربات عليهم رح يطحون كذا أفضل وشي ثاني أن الأنتانا دي لازم يكون مكان غير الضربات رح تجريب الأنتانا مرة أو دي المكان بالضبط ذا يتغير نوعيتها ألمنيوم الضربات تحس الشخص اللي يشتريها بخمسمائة خمسين دولار بس يفصلها من رأسها تضرب كذا أوكي لكن الضربة ذي تحس تضرب في قلب الشخص والله يعني تكلام تعدي كثير لكن أفضل لازم يتعدلينها لازم يتعدلينها الجيل الثاني ما نبيض الصوت المهم ممتازة جدا موجهة للأشخاص اللي عندهم آيفون تشبكها على أندرويد رح تسمع الصوت أوكي كويس لكن أنا استغربت أنه ما تكون جودة لأنها تجودة الآيفون يعني ما تقدر تغيم السماعة هذي و تستخدم جوال أندرويد أفضل هذا ممتاز البرسكوب جدا ممتاز الفوليوم عب الصوت والمايكات منذ ما قلت لكم ممتازة تخربين هذه السماعة بهذه الجودة بهذه الشيء هذا كيس هذا كيس يبيه لكيس أوكي ما أقدر رحم ذه ذه ودي أساطر معه راقع كذا برضو بس مرة ما راح يصير لشيء هذا ما هو أنا من النوع اللي ما أحط صنف الكيس أبد لكن حاسس بالأشخاص اللي بيحطونا فيه ويجب أن نضعها في الكيس لكيس يعني لا يتركها على أي مكان وضعها في الستاند لا يتطفي خمزة يالي تخشف اللوب أو رمود سأضعها هنا لكي تطفي على طول ما هذا إنهم يعني يعني إذا كنت أنا شخص مطبل ما بقدر أجب لها عذر دي تمنى في المستقبل شو وش تسوي أبو اللايتنينج إلى الآن نمتاز جدا 21 حين يعني الآيفون القادم إذا نزلت آيفون بدون سلك هذي ليش ما فيها على الأقل مكسيف يعني المساحة الكبيرة هذه السيارة تفحط فيها هنا مكسيف أنا عارف أنه ألومنيوم لكن تمنيت المكسيف يكون هنا علامة أبل هناك تنحط علامة أبل زجاج مثلا يكفيها المكسيف ولله لكن الجهة الثانية برضو الأشخاص يقول لك أبيها أركبها بسلك أبل حطت لكم سلك بـ 50 دولار لكن ما رح أشتري لأنني أنا لو فيها هي سلك من نفسها ما رح أستخدمه برضو السلك اللي يأتي مع الآيفون والآيباد وما رح شقل السماعة لو تركبها بسلك باليو س بي سي لحق كميوتر ما رح يشقل لأنني في السلك اللي تبيع بـ 50 دولار في مسافة هناك كبيرة في هداك فهذاك السلك هو اللي يشقل السماعة هذي بالواير وتقدر تركبها على الأندرويد مثلا بالسلك على البلايستيشن بالسلك بلوتوث تشتغل على أي جهاز بالبلوتوث إذا كان يدعم بلايستيشن الآن سمعت أنه ما يدعم الآن بلوتوث لحق الوايرلس إلا سماعاتهم فإذا دعمت ذي الشي رح تشتغل عندها بالضبط هنا اللي تنسي أفضل سماعة حتى في الألعاب في اللي تنسي في التأخير ممتازة جدا 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 في اللي تنسي خصوا ما عجزة أبل أبل لذا تسوي الشي تسوي لحق أجهزتها فموجهة لحق أشخاص اللي يستخدمون أبل أنا بالنسب لي حرام شخص عند أندرويد يشتريها لأنه بيضيع ميزات فيها ما رح يتلسوا بها أي شي فكنهاية سماعة ممتازة سماعة قوية سماعة كثرة الضرب ترشغالة والله ما بها أي شي يعني ممتازة جدا جدا يوم جيت أضربها لكم كذا كنت أبي أشوف اللون هل راح يروح ولا لا وانفجأت أنه ما راح اللون توقعت أنه بيطلع اللون الأصلي ولا شي لا ما راح اللون جاتها ضربات ندبات شي طبيعي لأله مني نمجل ندبات وضربات لكن اللون ما تغير فجبت الحركة ذي كلها تجيني يعني ما راح أسوي كذا أنا وانفجأت لكن مثلا طلعها من العلبة أحيانا بس طلعها من العلبة مثلا ماسكها شو عزوعة تضربة فرت السماعة ولا شي جيك الضربة فأبل مش معذورة يعني على دي الشي السماعة تستاهل تستاهل لكن توجه حق ذي السماعة لحق فأم عينة ومحكورة وصغيرة مرة قبل خمس سنوات أقول لكم فيها كبيرة كل أشخاص يستخدمون سماعة الرأس لكن قبل أنت أصلا ضيقت على هذه السماعة يوم نزلت السماعة الدئيلة فهذه السماعة موجهة للكل وأرجع أقول لكم هذه السماعة تقدر تلبسها ونت تلابس بدلة تقدر تلبسها ونت تريح للجم تقدر تلبسها ونت مشمغ ورايح زواج مثلا هذه السماعة تخيل نفسك أنت مشمغ رايح زواج ولا شي ولا يرايح أي مكان لابست السماء مدري كيف هذه حلوة لحق الصغير لحق الكبير لحق المرة لحق كل شخص هذه شوي ما تخيل أن أبوي يطلع فيها الشارع المهم كنهاية أتوقع شفت انطباعي وصار الموضوع حبي سوالف معاي علشان تعرفون الأشياء اللي ما عجبتني فيها الأشياء اللي عجبتني فيها كواليتي الصوت كواليتي المايك سبيشال أوديو تأقلم مع جزيزة أبل دي كلها خلصية منها لا يوجد سماعة الآن موجودة في السوق متأقلم مع جزيزة أبل غير سماعة أبل غير سماعات أبل غير أجهزة أبل متأقلمها مع بعض يعني يعني يقدر أمدح لك آيباد لأنه متأقلم مع الآيفون ما تقدر تجيب لي جهاز ثاني يتأقلم مع الآيفون ويسوي يسوي يسينج وكل شيء مع بعض فسماعة أبل ما في نفسها فتأقلم مع جزيزة أبل إذا عندك جهازين من أبل أقل شيء أو ثلاثة أو أربعة جهزة رح تشوف التأقلم كيف إنك ناسك الآيفون جيك المكالمة هنا رن لايباد حقك مثلا وحط آيكلاو ثاني شخص كلمك عليه جيك المكالمة هنا ترد رح ترد اللابتوب حقك عليه مثلا بتشق الفيديو في اليوتيوب بس مرة يوم اللابتوب اللي بس سماعة ضغط السماعة يجيك شعار في الجنب بطريق تشتغل السماعة عندك هناك التأقلم ده ما في اللعن تبع سماعة ثانية وصلنا لحق الجهازين نشوف ردة الاعتبار قدام مش بيسوون الشركات الثانية فخمسمية وخمسين دولار ما تقدر تقول غالية لأن الغالي يرخص لك شل دخل دي الكنة دي الكنة محل خبريبة لأن الجهاز مش موجه لحق الكل هذي الموجه لحق الكل أنا ما جقدر أجي أقول لك الماك برو اللي يبدأ مثلا من عشرة لأف دير ولا خمسة عشرة لأف دير وصل لخمسة عشرة لأف دير يقول لك أنه غالي مش موجه لك يعني مش لازم الأشياء اللي موجودة في الكون كلها تكون رخيصة علشانك يعني أو علشان أي شخص موجود أشان يقيمها فبنت لي غالية ما يباخل غالية مش سيارة ثانية رأي الله ما عارف سيارة أنا بوغاتي غالية مش موجه لك يعني لو بتغرر بوغاتي مع كامري ليش غالية ديك هذي توصلني الدوام هذي توصلني مش موجه لك عادي الشركة تسوي أي شي يعني الشركة لجا تسوي شي توقعنا بوغاتي مش لازم تشتريها ولا بتموت يعني لا عادي فالسماعة مش لازم تشتريها ولا بتموت فدمك لحق الشي هذا يدل على أنك أنت ممكن تحب أبل ومنغهر أو ما نفاهم يعني شو الوضع أنت منغهر أنك ما تقدر تشتريها يعني ولا أنت قدر تشتريها لكن تدمها ما نفاهم فالمهم السماعة للألعاب صعبة أقولك ومتازة لأنه هل أنت عندك القدرة أنك تشتري سماعة عشان تلعب فيها بوبجي تخيل بوبجي أسبوع الجاة تتخش مع فورتنايت في الصف وقت نحضر شو تسوي بعليهم السماعة ما توقع أني أنصح أي شخص عشان يشتري هذه السماعة لشيء معين وشيء مثلا لعب لا ما رح أنصحك ممتازة ممتازة بتستخدمهم بتستخدمهم ممتازة لكن لا ما أقدر نصحك تشتريها أنصحك للأشخاص اللي يبون الصوت للأشخاص اللي يبون يلعبون في الإيكيو الأشخاص الأشياء القوية اللي فيها أوكي الجيل الثاني فيها اللي متوقع اللي بيكون فيها ممكن فيها لمس في الخارج ممكن U1 أبل ليش يعني هذا وما بلعنا للآن U1 ليش ما فيها السماعة ليش تخلينها تشتغل عشان طلعها في طيب حطي U1 لا لازم تنزل الارتاق البداية هذا حرام ما فيها U1 فالجيل الثاني توقع أنه سيكون في U1 الجيل الثاني يمكن رح ينزل فئة مخففة منها إذا ما نزلت السنة هذه مثلا تكون 300 إلى 400 دولار فئة أرخص من هذه الفئة يمكن تنزلك فئة بلاستيك توقع أبل تسويها يمكن تنزلك فئة بلاستيك السماعة هنا نفس ساعة أبل مثلا ساعة أبل في ألمنيوم تبي هذه قيمتها تبي ستين ستيل هذه قيمتها هنا موجودة تبي ذهب في كل فترة كانت موجودة هناك موهم في السلطات موجودة لأنها أكسسوري فبعض أشخاص مدري يخطون أكسسوري ممكن ففي المستقبل حركة حلوة ففي المستقبل أتوقع أنها ستنزل نوع ثاني أو سماعة أرخص من هذه مع أني ما أتمنى لأن صحبة قيمية إلى 200 دولار بين هذه وهذه طبعا تحت هذه في الجيل الثاني اللي هي تكون كمعالج كل شيء نفس هذه لكن أرخص من هذه ما فيها نفس أشياء بعدها الجيل الأول ففي قاب هنا أو في فجوة في الأسعار هل أبل ستنزل سماعة سكر الفجوة اللي موجودة هل هي راح تكون سماعة كبيرة كده تكون صغيرة مثلا AirBods Sport Max أو Max Sport مثلا رحبا بحطوهم كلمة أو AirBods Bromax Bromax يمكن يكون أغلى من هذه مثلا الجهة الثانية مدري أو راح تنزل مثلا AirBods Bromax لا Max راح تكون AirBods Bromax ما في بعد لبرو شيء أنا أتوقع أننا بنزلون السلسلة من هذه الصغيرة تكون أغلى فيمكن هذه شو لحل أبل معروفة أن نزلت شيء بعد سنة سنتين تنزل شيء ثاني أغلى من أو أرخص من أكثر لوقات أرخص من مثلا HomePod العادية 300 دولار ومن نزلت بعدها ثلاث سنوات نزلت HomePod Mini وتونس وإنها رفيو قبل شهر أو شهرين موجودة هناك عندكم مثل ما تشوفونها موش بس دلشيء الآيباد أول ما نزل بعدها ثلاث سنوات أو أربع سنوات نزلت الآيباد Mini وبعدها فترة نزلت الآيباد Pro بعدها رجعت Air عدلتها حدثت فقبل تنزل شيء ترجع تحدثها تكبرها وترجع تسقرها وتنزل فتبدأ بواحد بعدين تقدم وترجع فجهزة ثانية تنزل منها فئات يعني فأنا بالنسبة لي إذا تحبت الصوت لكن إذا ديكتر تنظر ما ندري متى يمكن السنة دي يمكن السنة الجاي يمكن السنة بعدها يمكن السنة بعدها الجيل الثاني توقع بيسكت أكثر معروفة أبلجت تنزل الشيء وأكثر الشركات ذي البزنز إنك شيء جريد في السوق لا تحط في ميزات كوية حت لو عندك ميزات انتفراسر أوكي بحط هذي الشيء وهذي الشيء وهذي الشيء وهذي الشيء كخبرة في البزنز تقول لك لأ شيل ثلاثة أشياء منها على الجنب رخص شيء ونزل في السوق علشان لو بتخسر تخسر غليل طبعا أبل ما راح تخسر بذلك الأشياء اللي تنزلها لكن جرب السوق إذا شفت السوق متقبل المنتج حقك نزل الميزات اللي باقي فهذي الشيء موجود من زماني يعني أبل ما نزلت لأيباد أذكره كان ديك الفترة أذكر كانت هو من نزل الآيفون 4 في كاميرتين وكل شيء نزل عالي تشلتها وحطت في الجيلة الثانية فدزت فيه شوي ففي أشياء تسويها أبل لازم كمنتج الأول تحس أن أبل تجربة تسوق منتج الثاني نعطيك إياها الهومبود الغالي بـ 300 دولار إلى الآن 300 دولار مع أن الهومبود ميني صح صوتها أقل من الهومبود العادية لكن كتغنيات فيها أكثر فيها اليوون هذا الحال يكفي بس فمن هذه الفيديو صلافنا كثير فانطباعي لها قير ودي كاترس شوفوا لها حل شوفوا لها حل كيف ما أدري ألا مني بتحطين يلا بلاستيك يصفق برضو لكن ذيك صفقتها يعني أتوقع لو أسوي بذي القوة ينكسها خليشوا البوز يعني هل بس سماعة تابل ولا هذي تفتر على طو تفتر على طو هل هذي والله هذي تنفتح برضو ما دل يا بل شوفوا لها حل يمكن تخلينها أول هذي تفتر خلاص تصير كذا يمكن يلا ففي نهاية الفيديو لا تنسون اشتراك بالقناة واشتراك بحساوي سناب شات شارك بضواتكم يش كذا سناب شات وين بروح ولا تنسون أعمال لك المقطع ونشر المقطع ولا تنسون وفضل دعاكم سلام